بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازايكم? عامل ايه? يا رب تكونوا خير وانت بتشوف الفيديو. النهار ده الفيديو ان شاء الله مفيد وجميل جدا. من حاجة كلنا بنرميها. يعني طلو مرة ما تعودين احنا بنرمي بذرة المنجة او لب المنجة. لغاية معرفنا او كافتنا الفائدة بتاعتها في فواية جبيلة جدا. الفيديو باذن الله هيعجبكم. احنا عارفين المنجة من الفكهة الجميلة جدا والنزيزة. بتبقى موجودة او بت زهرت في الهند وبعد كده دلوقتي بقى بتتزرع في المناطق الكتير من العالم والوطن العربي. وخصوصا يعني مصر غزة والسودان وبعض مناطق السعودية. والمنجة بتحتوى على الحديد وبتحتوى على العلياف الغذائية ودهوم وكربوهادرات وبروتينات. وبتتميزم براحتها الجميلة ومضاكها الجميل بتخليك كده نفسك تستاح وانت بتاكليها يا سلام على راحتها وضعمها كده وانت بتاكلي كده انت واولادك لها مطعة بجد يعني. طيب احنا نهارده عايدين نت نتكلم عن البزرة المنجة او اللوبة بتاع المنجة هي مش هقل اهمية من المنجة نفسها. بصوا يا جميعا طبعا النواة اللي انا استخدمتها هو نوع من المنجة ده طبعا انت له انواع المنجة كتير جدا المنجة اللي هي السكرية منها بتبقى البزرة او النواة بتاعتها بتبقى كبيرة فهتلاقوا فيها لب اكتر. لكن المنجة اللي انا استخدمتها دي بتبقى فيها لحم اكتر واطعم فالنواة او البزرة بتاعتها بتبقى ضعيفة بالشكل ده شوية فهتبقى اللي فيها اصغر شوية طيب انا هنا انا شفت البزرة او النواة عشان نعرف ان قطعها كويس وتبقى هشة وخفيفة لكن انا لو جيت قطعتها وهي لسه كده يعني زي ما بنقول كده طرية او لسه خاضرة المهم ان هي لسه مصادمة فهتضفلت معاكي وممكن تعورك فاحلى حاجة اخسي لها كويس وبعد كده سيبقها في الشمس تنشف يوم والتاني طبعا احنا هتضوه حر جدا فهتنشف معاكي بسرعة خلاص عشان انا اوردت كويس النوع اللي انا استخدمته ولكن مش النوع يعني شكل منك بعد ما نشفت هتبقى سهل معاك ان انت تفتحيها من ناحية الضعيفة الموجودة وبمقصة او بسكينة او بقطر اي حاجة طبعا زي ما قلنا هتبقى سهلة شوية غير لما تكون لسه طرية بصوا مجرد بس ما بحط فتحة السكينة او حرف السكينة الحرف بتفتح معاك بصوا 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 يا فتحة بسرعة يعني الجد يعني ما خدش مننا حاجة طول ما احنا منشفينها اه كل ده مفتوحة اهو الشكل ده هو ده اللي احنا عايزينه بقى اللي هو جوه ده اللي هو آآ لب المنجا هي دي بقى زبدة المنجا يا جماعة طبعا خلاص الحاجة الخارجية دي احنا مش عايزينها هنرمي القشرة دي وهناخد آآ لب المنجا ده طبعا القشرة اللي هي البسيطة قوي حدة قشرة صغيرة كده صمرة هتطلع برضو معاك هي نشرة فهتطلع على طول يعني سبحان الله يا جماعة كل حاجة ربنا خلقها بتبقى لها فوائد ما بتترميش يعني احنا بس ما نبحث بس شوية ونقرأ وكده هتعرفوا الفوائد بتاعتها الجامدة في كل حاجة يعني طبعا انت عايزة تستخدم كلمية اكبر من كده اتنشف كلمية اكبر من كده خلاص وبعدها اللي احنا هنستخدمها هعمل ايه دلوقتي هشيل بس القشرة دي كده واخدها دلوقتي هتطحانها في الكاب بقى او المطحانة الحاجة اللي بتطحان عندك فيها هتطحانها كده دلوقتي في الخلاط خلاص هنطحن معي بالشكل ده فاضي بقى هنا الخليط كده هو خلاص جاهز معنا بصوا بقى بالشكل ده هو بقى بالشكل ابيض لكن الحتة السمر البسيطة دي كانت اشرانسية تشيلها فاتفارمت معيها تمام لكن هو بقى بالشكل ده تعالوا بقى نشوف استخداماته الجميلة جدا والعظيمة والبشرة والشعر والاسنان وكل حاجة هنعمل ان شاء الله دلوقتي عامل مع بعض اول حاجة هنعمل وصفة للبشرة هاخد نص معلقة كبيرة من اللوب المنجة ده ونص كده معلقة كبيرة نص معلقة هضيف عليها نص معلقة صغيرة من العسل الابيض نص معلقة صغيرة هو من العسل الابيض او من الحليب السائل الموجود عندك طبعا عارفين الفوائد الجامدة برضو في العسل هبتدي كده اخلط هنا الخليط ده مع بعضه خلاص بقى معنا خليط من يعني عجينة متماسكة هتخذي بعد كده وقض فيها على البشرة دلي كده كده بحركات دائرية وبعد طبعا هتكون يغسل بشريتك كويس جدا الاول تخسيل بشريتك ونضى فيها الاول كويس وبعد كده تحط عليها المسك ده وتسيبين لما يجف على بشرتك وبعد كده تخسليه وترطبيه بالمرتب بتاعك المسك ده هيعمل ايه يا جماعة لبشرتنا هيخلصت من البقعد دكنا والرؤوس السوداء والبصور وحب الشباب والاصل بتاعها كمان علشان ده اصلا بيساعد على تجديد خلايا البشرة انه بيحتوي على فيتامين ايه زي ما قلنا تمام خلاص كده تخلصنا الوصفة الاولى للبشرة هنشوف الوصفة اللي بعد كده هي مفيدة جدا اه للشعر طبعا يا جماعة اسم بذرة المنجة اللي احنا خرجنا دي اسمها زبدة م الشعر وبناعم الشعر وبرطبه هنعمل الوصفة بسيطة جدا للشعر اول حاجة عندي هده سفار البيضة وهجيب عندي آآ زبادي اللي هو الياغورد خدت جاعة سفار البيضة وخدت معلقة ايه معلقة كبيرة من الياغورد اللي هو الزبادي وهنضيف عليها هنا بقى اللي هي زبدة المنجة اللي احنا خرجناها دي بص انا خدت لها معلقتين كبار وتقلب كويس قوي بقى خليط جميل جدا دي بقى هدفع شعرك تخصيلي شعرك كويس وبعد كده بتقومي حطوه مسل الشعر واعرفين طبعا ان صفار البيض بروتين طبيعي آآ بعد ما نخصيلي شعر كويس قوي يوض فيه هتسيبه على الشعر مدة نص ساعة وبعد كده هتخصيلي كويس بالشامبو وهتشوفي الفرق باذن الله هيخلصت كمان من القشرة الموجودة في الشعر لانه غالب فيتامين الف زي ما احنا قلنا وكمان غالب فيتامين ها اللي هو اصلا بنشرة الدورة الدموية في فروة الرأس وده هيزود نمو الشعر وصحته هتشوفه باذن الله فرق جميل وواض هنشوف الاستعمال التالت لبزرة المانجو او زبدة المانجو اللي احنا خرجناها تالت استخدام لها يا جماعة للأسنان طبعا عندي آآ فرشة الأسنان لو خدتيها كده وخدتي آآ شوية معاها ووصلت لها أسنان كي يكون لسا ويكون كمان الأسنان وتبيض جميل وفوري طبعا ناخد العلبة دي كده عشان نحطها هناك جنب الحوض للأسنان فانا هاخد هنا معلقتين مسلا صغيرين من الآآ من زبدة المانجو هضيف عليهم اضافة هنا جميلة برضو اللي هو الكربوناتو بيكربوناتو استوديوم علبنا كده الخليط كويس بعد كده طبعا الفرشة بتكون بالله مية وتقومي واغدأ بها كده وتغسيل بها أسنانك هتشوف ان شاء الله تبيض ممتاز لأسنان وكمان لتقوية اللسة والأسنان كمان في وصفات تانية كتير هسيب لكم ان شاء الله برضو الفيديو كنت عملتوا قبل كده وعمل في وصفات تانية بتمنى الفيديو نهارده يكون عجبكم ولو عجبكم ما تخرج علي بضغط على اللايك ووي كومنت حلو اللي بشجعني أسيبكم فرعية الله آآ احفظها زي طبعا هتحفظيها في برطمان مقفول في التلاجة ولو هو اصمر معاك شوية او نونو تغير مفيش اي مشكلة عادة استخدمية لان احنا عفنا دي حاجة طبيعية معلاش اي مواد حفظة فطبيعي ان هي تتغير عشان الفيتامينات الموجودة فيها